السلام عليكم خامس اليوم إن شاء الله بننكمل شوي عن موضوع المكافحة الحيوية نحكي بعض الأمثلة عنه ونحل أسئلة الفصل صفحة 91 و 92 بالنسبة للمكافحة الحيوية حكينا هي مكافحة الآفات الزراعية عن الحشرات الضارة اللي بتضرب النباتات ولكن دون استعمال مبيدات الحشرية بدون ما نحدث خلل بالبيئة باستخدام مركبات تستخلص من النباتات اليوم دي أحكي لكم عن مثالين أول مركب له مركب يستخلص من خشب شجر السنوبر من خشب شجر السنوبر يقضي على النمل الأبيض هذا المركب المستخلص يقضي على النمل الأبيض رقم اثنين مركب يستخلص من أوراق نبات تباع الشمس هذا المركب يقضي على يرقات ديدان اللوز هدول المركبين مهمين بتحفظوهم أمثلة على المكافحة الحيوية اليوم إن شاء الله نبدأ بأسئلة الفصل صفحة 91 السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة النظام البيئي يمثل العلاقة بين الإجابة بتكون جيم المكونات الحية وغير الحية في منطقة معينة من البيئة رقم 2 أحد الآتية مكون غير حي في النظام البيئي مكون غير حي لو طلعنا عنا أشجار طبعا حية الأسماك حية التربة بكون الجواب رقم 3 أحد الآتية لا يعد تكيف تركيبي للطيور الريش طبعا تكيف تركيبي من تركيب الجسم المنقار من تركيب الجسم أيضا الهجرة هو سلوك بيقوم فيه وتركيب سؤال لهولو تكيف سلوكي اللي هي بتهاجر الطيور من منطقة إلى أخرى إذن هو غير تركيبي بالطيور مش مكون لجسم الطير رقم 4 يحدث خلل بالاتزان البيئي نتيجة تغير الظروف الطبيعية مثل خلل بالاتزان البيئي إدخال مستهلك جديد في النظام البيئي ظروف طبيعية طلب مني حدوث عاصفة ثلجية وقطع الأشجار لأعمال البناء إذا اطلعنا من لاقي أنه في عنا خيارين مش ظروف طبيعية لكن حدوث عاصفة ثلجية هو ظرف طبيعي رقم 5 أي أعضاء السمكة وظيفة تشبه وظيفة الرئة في جسم الإنسان وظيفة الرئة في جسم الإنسان له التنفس هل في السمكة الكريه المسؤولة عن التنفس ولا القلب ولا الخياشين طبعا الجواب الخياشين السؤال الثاني يتكون نظام حيوي من فئران وأفاعي وقمح اللي هي سلاسل غذائية ماذا سيحدث للفئران إذا قتل الإنسان الأفاعي قتلنا الأفاعي اللي بتتغذى على الفئران فشو بدو يصير بالفئران؟ بدو يزداد عددها وإذا ازداد عدد الفئران مش رح يكف القمح فيحدث خلل في الاتزان البيئي إذن الجواب يزداد عدد الفئران ولن يكفي القمح فيحدث خلل في الاتزان البيئي السؤال اللي بعده بيحكي لنا يمثل الجدول التالي مقارنة بين الأنظمة بحيرة وغابة وقطب متجمد املأ الفراغات أول سؤال بيحكي لنا المكون الحي في البحيرة لاش بدو يكون عندنا؟ أسماك عشاب مائي اللي هي الطحالب هاي رح تكون موجودة في النظام البيئي في البحيرة وتكون حية في الغابة عندنا حيوانات متنوعة بالغابة انتم عارفين بيعيش كتير أنواع من الحيوانات في الغابة أعشاب عندنا أشجار طبعا بالغابة أما بالقطب المتجمد في عندي الدب القطبي البطريق الأسماك هدول اللي بيكونوا كائنات حية في القطب المتجمد أما غير الحية في البحيرة عندنا ماء تراب حجارة هواء هذا كله غير حي في الغابة عندي ماء تراب حجارة أما بالقطب المتجمد ماء تراب حجارة مياه متجمدة بيكون عندنا فإذا هذا جواب أجل الدول زي ما أنتم شايفين السؤال الرابع رسم دائرة حول التكيف الأفضل لكل كائن منها حي معلل الإجابة سير الجمل على الرمال الخف ولا الحافر طبعا الخف ليش حتى يمنع انغراس رجله في الرمال عايش الدب القطبي في المنطقة الباردة الفرو ولا الصوف طبعا الفرو حتى يحميه من برودة الجو الفرو بيكون أتقل من الصوف وبالتالي بيحميه أكتر من البرد عايش السمكة في الماء الأنف ولا الخياشيم طبعا الخياشيم لأن الخياشيم بيستطيعون يتنفس الأكسوجين المذاب في الماء عن طريقها سؤال الخامس وضح كيف يتأثر اتزان النظام البيئي في الحالات التالية ألف إدخال أعداد كبيرة من طائر البوم للقضاء على فئران الحقل دخلنا أعداد كبيرة من طائر البوم لن يجد البوم غذاؤه فيهدد بقاءه يعني احتمال كبير انهم يموتوا إذا دخلنا أعداد كبيرة من طائر البوم على فئران الحقل أكلوا الفئران بعدين ما ضلش فيه فئران فالطائر البوم راح مشرح يجد غذاؤه وبالتالي هو مهدد بأنه ينقرض بهذا المكان با تجفيف مياه المستنقعات جففنا مياه المستنقعات فيه كائنات حية عايشة فيه نباتات وفيه أسماك وبالتالي إيش؟ موت الكائنات الحية جيم ثوران بركان فيه غابة يؤثر على أعداد المنتجات والمستهلكات وتتأثر المكونات غير الحية وتتدمر الغابة رح تروح الغابة كاملة ليش؟ لأن المنتجات ماتت المستهلكات بتعتمد على المنتجات في غذائها وبالتالي ماتت أيضا والمكونات غير الحية لما يكون عندي نباتات الهواء الأكسجين وش رح ينتج الأكسجين لأنه النبات هو اللي بنتج للأكسجين زي ما أنتو بتعرفوا عن طريق عملية البناء الضوئي والتالي رح تتأثر مكونات غير الحية وتتدمر الغابة دال حرث الأرض إلى عماق بعيدة حرثناها كتير يعني إلى عمق كبير رح تفقد الرطوبة التربة كل ما زدنا بالحفر حفر سوف تفقد الرطوبة وبالتالي تتدمر العديد من الكائنات الحية فيه كائنات حية بتعيش فيه التربة بيوتها بتعملها بالتربة فإذا حرثناها لعماق كبير رح تفقد رطوبتها التربة وتتدمر العديد من الكائنات الحية يعطيكم العافية خامس واجبكم إن شاء الله بتنقلوا الأسئلة الفصل على الدفاتر مع إجاباتها بتبعتول إياها بتصوروها وبتبعتوها عشان أصلح لكم إياها وبتدرسوها يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر